السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احذروا من الذنوب الطيارة نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كتير من الناس حبيبي بياخد باله كويس أو لما يعمل ذنب هو واخد باله منه كان مثلا يكون ماشي فنظر إلى فتاة أو أنه عيازا بالله عمل أي ذنب معين فهو واخد باله لكن فيه ذنوب طيارة بتمر في حياة الناس من غير ما كتير من الناس ما بياخدوش بالهم من هذه الذنوب على سبيل المثال وللأسف هي بتكتب ذنوب وبتبقى مشكلة وبتبقى مظالم يوم القيامة على سبيل المثال مثلا واحد ماشي في الشارع راكب عربيته واحد زنق عليه تمام وهو قافل الإزاز من غير ما التاني يسمعه يروح شاتمه فتكتب في ميزان سيئاته وتبقى مظلمة يلقاه بها يوم القيامة سبحان الله واحد مثلا معدي مثلا فلاقى ايه زفة عروسة معدية وعملين ده وشواواه فرح شاتمهم كلهم بس في سره تمام قال كلمتين مش كويسين فحقهم يكتب في ميزان سيئاته واحد بيتكلم عن بلد معينة ده كل البلد دي كذا كذا وما قيل كلمة وحشة في حقهم يتكتب في ميزان سيئاته بعامل توصيل جايب لك ديليفري جايب لك أكل جايب لك حاجة وتأخر عليك فلما تأخر عليك تمام روحت شاتمه او قلت كلمة وحشة في حقه وانت مش واخب بالك انت قاعد بتتفرج على التلفزيون فلاقيت ضيف معين في برنامج قال كلام ما عجبكش روحت شاتمه فكتب في ميزان سيئاتك وانت مش واخب بالك جيت مثلا داخل امتحان فالدكتور عمل لكم امتحان صعب شوية انت ممكن تقول حسبنا الله نعم الوكيل وفضل الله ربنا هيختصلك منه لكن بعض الناس ما بيقولش كده لا بيشتم الدكتور فيتكتب في ميزان سيئاته مثلا واحد راح لدكتور الدكتور كتب له علاج العلاج ده بدل ما يكون سبب للشفاء لكن سبب لزيادة الالم فيروح سابب الدكتور بينه وبن نفسه ويغتاب هذا الدكتور فيبقى في ميزان سيئاته وهكذا والامثلة كثيرة جدا جدا تبقى ماشي مثلا لقيت واحد شكله معجبكش روح تمتري عليه وقال عليه كلمة عشان تضحك زميلك او مثلا واحدة معدية تمام شكلها مش عجبك امتقل عليها كلمة مش كويسة وهكذا اسمها ذنوب طيارة احنا بتسميه كده مجازا ذنوب طيارة انت منتش واخب بالك منها وانت مش واخد بارك منها لكن الكلام ده كله بيتكتب علينا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ما شاء الله اعمال زيل فل ايه لكن عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا ذنوب طيارة يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فانفنيت حسناته خلصت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار شان كده جات الوصية في الحديث اللي رأى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم اللي يدرها ما فيه ولا دينار لان التعامل يوم الايامة بيكون بالحسنات وسيئات طب الحل بقى يا شيخ محمود الحل بكل بساطة اني انا لما كنت قلت كلمة وحشة في حق احد او شتمت حد وهو مش سمعني تمام ان انا استغفر له ادعيله اللهم اغفر له يا رب العالمين اللهم ارحمه اللهم ادخله الجنة اللهم اعف عنه اللهم سامحه ادعيله على قد ما اقدر واستغفر له طب انا مش فاكر انا شتمت كم واحد في حياتي من جنس الزنوب الطيارة ديت انا مش فاكر قلت ايه ايه بكل بساطة اللهم اغفر لي واغفر لكل من شتمته يا رب العالمين او كل من سببته او كل من سخرته منه او كل من قلته في حقه كلمة نسية اللهم اغفر لي واغفر له وارحمني وارحمه واجمعني واياه في الجنة يا رب العالمين وتجاوز عني وعنهم وهكذا شفت ديه يبقى انت كده او انت كده شملت كل اللي قلت اي كلمة في حقهم دعوتم لهم واستغفرتم لهم ودعوتم لهم بالرحمة والجنة فيكون ده قدام ده في فضل الله يبقى كده الحمد لله خلصت هذه المشكلة لكن طالما خلصنا المشكلة ما نبدأهاش تاني بقى ما نكررهاش تاني يبقى ننتهي ويبقى الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر لنا ان نعرف الطريقة التي نتخلص بها من تلك الذنوب الطيارة اسأل الله عز وجل ان يعفو عني وعنكم وان يغفر لي ولكم وان يرحمنا ويرحمكم وان يجعلنا يا رب العالمين نحفظ ألسنتنا عن أعراض الناس وعن الخوض في سير الناس وان يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته